ضمن توجيهات مع الوزير التربية الدكتور ابراهيم النامس قمنا بزيارة لعدد المشاريع ضمن مشروع رقم واحد وهذا طبعا هو المشروع الأول الذي ينفذ من 117 مدرسة في محافظة نينوة وإن شاء الله تستمر بقية المدارسة التي هي عددها 117 مدرسة بتنفيذها إن شاء الله خلال هذا العام طبعا نسبة الإنجاز في هذه المدرسة تتجاوز 60% وإن شاء الله تفتلح خلال العام المقبل بإذن الله تعالى حقا نحن تابعين الموضوع لبني مدرسية وتهياتها تكون بشكل مناسب اليوم اطلعنا على واقع حال هذه المدرسة والإعمار التي فيها وإن شاء الله تكون بقية المدارس اللي هي في القرى والعرياف وضمن مركز المدينة هذا العام عام خير وبركة على محافظة نينوة وعلى مدارسنا بإذن الله تعالى بالتأكيد اليوم مثل ما شاهدت طبعا أكو اختلاف بالتصميم هناك طبعا مساحات الصهوف ستكون أكبر المساحات الانتشار للطلبة ستكون أكبر وراعينا موضوع الانشاطات اللاصفية حتى الممرات الداخلية هي واسعة ضمن هذا المشروع وإن شاء الله هناك تصاميم أخرى اللي قرأتها الوزارة هي 24 صف و18 صف و12 صف تختلف عن التصاميم السابقة بحيث رعت الظروف المناخية وتهيت البيئة المناسب لطلبتنا العزاء اشتركوا في القناة